أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى فقرتنا التحليلية والتي أصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو دريس أستاذ أبو دريس مرحبا بك في فقرتنا التحليلية وكل عام أنت بخير أيضا مرحبا بك راشد ومشاهدين الكرام وكل عام أنت بخير وكل عام وشعوب العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد والشعب السوداني بمناسبة الزكرة 62 لإستقلالنا المييد ونتمنى أنه العام القادم يكون عام خير وسعادة وسلام على الشعب السوداني نتمنى ذلك نبدأ معك جولتنا أستاذ عبد المنعم من صحيفة السودان ومنها نقرأ البرلمان يجيز الموازنة بالأغلبية ونواب يقاطعون الجلسة أجاز المجلس الوطني أمس الموازنة العامة للدولة للعام 2018 بالأغلبية الساحقة وسط اعتراض بعض النواب ومقاطعة النواب المستقلين واعترضت النائب عن حزب الأمة الفدرالية حيات آدم أمام البرلمان أمس على الموازنة العامة وقالت الموازنة في وادي والسوق في وادي وأضافت أعترض على هذه الموازنة والله المستعان من جهته قال وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي إن موازنة العام 2018 ستشهد إجراءات اقتصادية قاسية مؤكدا أن المشكلات الاقتصادية لن تحل بمرور الزمن وإنما باتخاذ الإجراءات الصحيحة وأضاف تداول الموازنة في مرحلة العرض الثالث بالبرلمان أمس أضاف الحلول ما ساهلة إيجابية وسلبية وعندها ثمن يعني أستاذ عبد المنهم في البداية كيف تقرأ حديث السيد وزير المالية هو حديث السيد وزير كأنه بيرسل تحذيرات أنه الإجراءات القاسية ليست مرتبطة بالميزانية التي تمت إجازة البرلمان أمس ولكن قد تتبع بعض الإجراءات القاسية على المواطن في الفترة القادمة يعني كأنه هو يرسل تحذيرا أن هذا ليس المنتهى هذه هي البداية وستكون هناك إجراءات أكثر شدة وأكثر صرامة وهو قال أنه يعني كل ما اشتد الحال سنتخذ إجراءات قاسية أكثر يعني وكأنما يعني يرسل رسالة تحذيرية لكل من يستمع لكل من لعاديه علاقة بالميزانية الميزانية عام 2018 يعني وزارة المالية إلى ماذا ترمي يعني كل الخطط الاقتصادية الهدف منها هو الهدف منها هو راحة المواطن أو توفير الخدمات الأساسية على المستوى الأساسي للمواطن بأس عارب العقولة ربما اشتريها المواطن بماله الآن التضييق هذا سينعكس على المواطن مباشرة ده ما الهدف من ذلك لو قرأنا ميزانية 2018 لا بد أن نقرأها مقرونة بشيئين الشيء الأول مقرونة بالبرنامج الخماسي الذي مضت فيه ثلاثة سنوات والآن ده تبقى فيه عامين ده هذا العام قبل الأخير منه البرنامج الخماسي كان يتحدث عن أهداف محددة عن أن زيادة سلع الصادر ثمانية سلع تقليل سلع بعض الواردات بتركيز على سلعتين استراتيجيتين سلعتين القمح والبترول بنهاية كان الوعد أنه بنهاية البرنامج الخماسي سيتعافل الاقتصاد السوداني لكن إذا نظرنا للميزانية التي أجاز البرلمان أمس العام 2018 وقارنناها فقط بأرقام من ميزانية عام 2017 سنجد أن هذا الأمر يعني يمكن أن يحتاج لإعادة نظر أو يمكن أن يتم حوله حوار على سبيل المثال الميزانية 2018 تحدث عن أنها تريد أن تحقق معدن نمو 4% ميزانية 2017 كانت تحدث عن تحقيق معدن نمو 4% معناه هناك تراجع 6% الميزانية 2017 تحدثت عن عجز في الميزانية حجمه 13 مليار جنيه سوداني ميزانية 2018 تحدثت عن عجز حجمه 28 مليار جنيه سوداني يعني نسبة العجز في 2018 زاد بنسبة 115% فهذه الأرغام صحيح جملة الميزانية جملة الميزانية سواء كان المصرفات أو الإرادات زادت بنسبة معقولة عن عام 2017 لكن الميزانية غير معدن نمو هدفت بهدف رئيسي يعني مثلا تحدث عن أنها تريد خفض معدن التضخم إلى 19.5% مغارنة ب2017 كانت تحدث عن أنها تريد أن تعيد معدن التضخم إلى رغم أحادي الآن 2017 بنهاية متوسط معدن التضخم تجاوز 34% يبقى أنه 19% يعني إذا كان أنه 2017 كان الحديث حول أنه نريد أن نحقق معدن التضخم أحادي وصلنا إلى 34% الآن نتحدث عن 19% وهناك مهدد رئيسي بالناظر لتخفض معدن التضخم للناظر للسياسة المالية التي أعلن بنك السودان أمس بنك السودان قال أنه الكتلة النقدية في عام 2018 ستنمو بنسبة 18.5% واحد من 10% صحيح أنه يعني يقول أنه الكتلة النقدية نمت في 2017 بنسبة 45% لكن هذا النمو هو واحد من مهددات خفض معدن التضخم إضافة لأنه العجز يعني العجز هناك مصدرين تقليديين لسد العجز إما بالاستدانة بالنظام المصرفي أو الاستدانة بالجمهور الاستدانة بالنظام المصرفي يعني معدل الديون وزارة المالية على بنك السودان يعني ارتفع بنسبة كبيرة جدا حتى أنه الآن يغترب من 60% من أصول بنك السودان وذي نسبة ما مسموح بيها ما مسموح بيها يعني داخل الارتساط في مرحلة الخطر الاستدانة من الجمهور معناها هي تسييل السندات معناها تحريك لكتلة نقدية وده ممكن يصبح من المهددات للتسيطرة على معدل التضخم طيب طيب أستاذ عبد النعم استنادا على ما قلت يعني هل ستصمد موازنة يعني بالأرقام هذه بالأرقام التي ذكرتها والتي ذكرها سيد وزير المالية هل ستصمد هذه الموازنة موازنة العام 2018 أم ستكون كسابقاتها كالميزانيات السابقة أيضا ستنهار ربما في الربع الأول أو الربع الثاني من العام وفي حديثين في حديث قال وزير المالية في حديث قال وزير الدولة بالمالية وزير المالية قال عندما تحدث في مرحلة القراءة الثالثة عندما أجرى البرلمان بعض التعديلات نقل بعض المخصصات من بنود إلى بنود وأضاف لبعض البنود مبالغ أنه أخذ من بنود أخرى عندما أعلقت قال نحن سننفذ هذا إذا توفرت الموارد إذا توفرت الموارد وده يفتح علامة استفهام كبيرة هل أن الأرغام التي بنيت عليها الموازنة الميزانية لم تكن أرغام حقيقية أرغام يعني التوقعات يعني هل لم تكن أرغام حقيقية مما يعني يجعل الوزير يتحدث عن أنه إذا توفرت الموارد ما يفتح الباب أمام أن الالتزام بهذه الميزانية قد لا يتم بالشكل بنسبة 100% أو بنسبة قارب منها بعبارة هذا الوزير العبارة الثانية قال وزير الدولة خاصة بسعر الصرف عندما تحدث عن تحريك سعر الصرف قال أن هذه بداية وأن بنك السودان سيدير سعر الصرف بما يسمعه متعارف عليه والمرين المدار أنه عنده مساحة للتحرك أنه قد يتم تحريك سعر الصرف خلال العام وذي كلها مؤشرات تشير إلى أن الميزانية قد لا تنفذ وفق الأرقام التي يجيزت أمس قد يحدث فيها تعديلات دا مؤشر يعني في السبات الاقتصادي ليس في مصلحة الميزانية وليس في مصلحة الاقتصاد الكلي للبلاد طيب الإجراءات القاسية التي ذكرها السيد وزير المالية هل تعتقد أنه كان يقصد هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الآن هذه الميزانية التي أجيزت بالأغلبية أم أنه يقصد إجراءات ربما أقصى في العام 2018 واضح أنه يتحدث عن إجراءات أكثر الميزانية فيها بعض الإجراءات القاسية تحريك سعر الصرف السعر الرسمي للصرف بنسبة تقترب من 270% وفي ظل أنه الحكومة لم تتحدث عن توحيد لم تتحدث أنها تريد أن توحيد سعر الصرف لأنه سيكون هناك هذا السعر الرسمي سيكون قطعا السعر في السوق الموازي مهما مضى تفجيرات لن يتوقف وسيستمر في الزحف من نسبة قد تفوق النسبة بتاع السعر الصرف الرسمي الأمر الثاني في هذا هل هذا تعويم للجنيه يعني؟ لا الحكومة قالت أنها ستتعامل بسعر المرين المدار المرين المدار هو أنها تعلن السعر الرسمي وبنك السودان عنده هامش أنه يتحرك في إضافة أو في تعديل وأنها ستحاول أن لن تتخلى عن سياسة الحافز للمصدرين وللذين يحولون أموالهم عبر القنوات الرسمية الأمر الثاني أن هذه الميزانية فيها سيتم ترك استيراد القمح للقطاع الخاص بالكامل أن الدولة ستخرج بالكامل من لن تطرح العطاءات لن تمول الشركات التي تستورد القمح وهذا يعني سيفتح الباب أنه هل الشركات ستستورد القمح بالسعر الرسمي؟ هل ستستورد بالسعر بالسوق الموازي؟ وهل الشركات التي ستستورد القمح بالسعر الدولار بهذه الكيفية هل ستلتزم بتسعير تفرض عليها الحكومة؟ هذا كل من الأسئلة التي تطرح نفسها قبل أن تبدأ الإجراءات إنفاز الميزانية التي وجهزت بالأمس؟ هذا عن القمح هناك حديث أيضا أستاذ أدريس عن أن الدواء أيضا سيترك للشركات الخاصة حتى لو لم يترك للشركات الخاصة تحريك سعر الصرف بهذه الكيفية يهدد بارتفاع غير طبيعي لأن سعر الصرف تحرك بنسبة كبيرة جدا السؤال أنه هل بنك السودان سيوفر العملات الصعبة للأدوية؟ الحديث عن أن الدعم سيستمر للأدوية المنقذة للحياة لأدوية الأطفال لأقل من خمس سنوات للطوارئ للحالات في الطوارئ لا ولبعض الأشياء المرتبطة بإجراء العمليات صدر القرار أمس في توصية من الرمان بإعفاء بعض الأشياء الطبية مثل القفازات مثل بعض المستهلكات المرتبطة بالعمليات لكن ليس هناك حديث واضح حول كيفية التعامل مع الدواء هل سيترك للشركات المستوردة للدواء أن تستورد الدواء بالسعر التي توفر الدولار بطريقتها إن حدث هذا قطعا هذا سيؤثر على سعر الصرف في السوق الموازي لأنه ستكون الشركات لديها رغبة في أنها تحصل على دولارات لتستورد الأدوية وهذا سيؤثر على أسعار لأن الأسعار ستضاعف بنسبة كبيرة جدا وسيهزم واحدة من مقاصد الميزانية لأنه واحدة من مقاصد الميزانية تريد أن تحجم المضاربة والاستمرار في الارتفاع المستمر لسعر الصرف في السوق الموازي مما يهزم السعر الرصي بعد كل ما ذكرت سيد عبد المنعم وبعد كل ما رأينا في هذه الميزانية هذا الوصف للسيد وزير المالية بأن الإجراءات الاقتصادية القادمة ستكون إجراءات قاسية وهذه المعطيات الصعبة كيف يتصرف المواطن الآن؟ المواطن عليه أن يتعايش المواطن عليه أن يتعايش مع هذا الواقع الواضح أنه سيعاني في توفير ضرورياته سيعاني في توفير الأدوية لأي من أفراد أسرته إذا أصابوا مرض كأنما السيدة الوزير بحديثه أمس أنه لا نملك لكم حلولا هذا هو الواقع عليكم أن تعيشوا ترجمة نانسي قنقر